معي فقر دم شديد. معي فقر دم شديد. اخو دا بيتماني فاصل اربعة. لا تسعة فاصل اربعة. تمام. عندي كانيميا. ما شو بيجي فقر الدم? نعم. جاهزة جاهزة للاجابة. جاهزة مستعدة. مستعدة? هتنفذ الكلام اللي انا هو لك ولا هتاخده كده وهتمشي به كده يمين او شمال. اه طبعا. تمام. بنيجي بص اه شو بيجي اولا اولا في البداية مثلا ده شخص بيجيلي لايادة بيقول لي يا دكتور احمد. انا عندي صداع مستمر. عندي اه يا دكتور احمد انا عندي صداع مستمر. عندي ارهاق مستمر. اه نقدر نقول مسلا وليكن صداع مستمر ارهاق مستمر تعب من قال لي مجهود نغزات في القلب احيانا. يا دكتور انا مش قادر مش قادر اخد نفسي بابزل مجهود بسيط وبتعب بدوخ احيانا. ما حد يجيلي بهذه الاعراض تلقيا الشخص ده بيكون عنده فقر دم. انيميا. طب بنتأكد ازاي يا دكتور احمد بنعمل تحليل اه صورة دم كاملة زي اللي انت عملتها كده يطلع نسبة الامجلوبين بتاعتنا منخفضة زي ما طلعت عندك كده تسعة واربعة. فبنعمل يبقى في حالة اننا طلعت النتيجة الامجلوبين بتاعنا تسعة واربعة. لابد في البداية ان احنا نعرف ما هو السبب الانيميا اللي موجودة عندنا. الانيميا لها اسباب عديدة. السبب الاولاني ويدا المشهور والاشهر في العيادات اللي هو نقص التغذية. السبب التاني قد يكون تقرحات في المعدة تكون هي سبب في الانيميا اللي موجودة عندنا. اشهر سبب للانيميا عند الاطفال اددان في الامعاء. نقدر نقول بعض الامراض المزمنة والسرطانات المختلفة ممكن تبقى سبب برضو في الانيميا عندنا. فلابد في البداية احنا نعرف ما هو السبب ونعالج السبب في البداية. ازا كان عنده اددان في الامعاء يبنعليج ايدان. لو عنده تقرحات في المعدة او عنده اشياء معينة يبنعليج التقرحات. لو عندها سرطانات يبقى لابد انه تمشي على البروتوكول العلاجي لمرض السرطان. سعرفنا مع علاج السبب بناخد اغزية بتحتوي على عنصر الحديد. طبعا دكتور احمد الاغزية اللي بتحتوي على عنصر الحديد. البتنجان. العسل السود. اللحمة الحمراء. التين المجفف. البلح. اه الطمر يعني. الطمر. زائد السبانخ. الهندباء. الخرشوف. كل هدي الاشياء نستطيع ان احنا نقول تحتوي على عنصر الحديد. ندخلها دم ندخل السبانخ دمن النزام الجزائي. ندخل التين مجفف دمن النزام الجزائي. ندخل الطمر دمن النزام الجزائي. اه مع